عندي سمك فلي عندي بطاطس مسلوقة وعندي كمان بقدونس وبقصمات وملح وفلفل وكمون وبهارات سمك وعسير تماطم وصلصة وطوم وخل خلاص تعالوا اول حاجة كده ايه حتة سمك فلي كده حوالي 100 جرام هقوم مقطعها اي تقطيع وفرماها في الكبة عشان اكمل معاها الكفتة نجيب الكبة كده اهو يعني دي بقى وصفة سريعة كده ممكن تعمله جنبها رز ابيض لو انتم حابين ولو ما عندكوش مقادير كتير او مش عادين تشتروا حاجات كتيرة مستخدمة 100 جرام من السمك الفلي قطعة يعني ما تكملش 100 جرام كمان هبدأ ان انا افرمها وهبدأ بعد كده اشتغل في الكفتة بتاعتي بصوا السمك خلاص انا فرمته بالشكل ده خليته مفروم حد ده بقى حط عليه البطاطس استاذ حسين صباح الفل ازاي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه الحمد لله الحمد لله كل سنة واحداتك طيب كل سنة واحداتك طيبة الله يخليك الله يخليك الله يخليك عيد سعيد عليكو يا رب يا رب على اهل القصوان كلهم الله يخليك تسلم يا استاذ حسين الله يخليك كل سنة واحداتك الله يخليك كل سنة واحداتك احنا تلينة طيب وربنا يباركش لحضرتك ودائما منورنا بكلاتك الجميلة الله يخليك استاذ حسين الله يخليك تسلم والله شكرا ان حضرتك شكرا لزورك صباح الجبيل عليك الله يخليك عيد سعيد عليك يا رب حطيت البطاطس عليهم نحط بقى شوية البقدونس اهو شوية كده وهسيب شوية بس ايه هحطه وشوية طوم معلقتين تلاتة كده طوم هحط شوية بهار من السمك بهار سمك وهسيب شوية برضو للسلسة حط شوية كمون وشوية فلفل سود علقة صغيرة حلوة كده وملح تمام الشكل ده كده تماما نبدأ بقى ايه نفره من نعم والبقسمات هسيبها اخر حاجة على حسب ما انا هلم الكفتة وتبقى هي يعني قوامها تتشكل معي بصو هبدأ بقى ايه احط كده من هنا معلقة معلقة بقسمات لحد ما العجينة عندي كلها تلم على بعض وتبقى عرفة شكلها اهو هشغل وهزود بقسمات هبصوا كل ما ده بتلم شوية بس لسه ملزاقة معي هتعرفوا ان هي مش ملزاقة من مين لما بصوا هتلاقوا من الجريب كده كلها لمت ومبقاش في حاجة لزقه في الكفة انا بحط البقسمات بالتدريج ما بحطش البقسمات كله على بعض بحطه بالتدريج اهو هبدأ بقى ايه اضرب ده كده بصوا بتدت شوية تمسك عن الاطراف وتسيب اهي بس لسه سنة بتلزق يعني عايزة معلقتين تلاتة بقسمات كمان بصوا اهو سنة كمان بصوا عايزة ضيع التلزيق دي منها عاش نعرف ان انا اشكلها فمعلقتين كمان بقسمات هتزبط الدين تعالوا بقى نحط كمان لحد ما يجب لنا معلقتين كمان هنحط بهارات السمك والكمون وشوية البقدونس والتوم اللي احنا سايبينهم والخل اهي والسلسة فيه عصير التماطم عندك يا اسلام وعصير التماطم الكلام ده كله ايه هنعمل بيه السلسة بتاعت الكفتة